السعودية و ألبانيا غدا بإذن الله تعالى عبد الله يعني هذه سادس مبراية الودية و ثاني مودية غير منقولة في المرحلة الثالثة من معسكر المنتخب الاستعدادي لكاس العالم صحيح أعتقد أن السيد رينارد فضل أنه يغلق المبراية الودية الأولى أنه مع سمي تكتيك خاص أنه يلعب ستين دقيقة بفريق و ثلاثين دقيقة بفريق الاحتياطي واضح أنه يبغى يوصل للتشكيلة المحددة يلعب فيها المبراية الودية الأخيرة الذي يتجهز المنتخب بشكل فعلي للمونديال المنتظر أعتقد أنه إغلاق التدريبات كانت سياسة من المدرب أنه يوجد توليفة بعيدة عن الضغط الإعلامي وجماهيري خاصة في ظل شاهدنا ردة الفعل الكبيرة على قائمة المنتخب انتقدات كثيرة لكن بالنسبة لي أنا أقول أنه رينارد أبخص سالم دوسي الرجع للتدريبات الجماعية صحيح عودة مهمة للمنتخب أتكلم عن أعداد اللاعبين لما يكون سالم متواجد وهو أحد ركائز المنتخب الأساسية لما يكون متواجد في المبراية الودية شيء مهم جدا وإن شاء الله في انتظار عودة بقية المصابين عودة مادو أيضا مهمة وهناك عودة منتظرة لياسر الشهراني ياسر الشهراني قاعد يواصل تأهيله على فترتين بالرياض في مقر نادي الهلال بتوجيه من التنسيق مع الجهاز الطبي في المنتخب ومنتظر بداية الأسبوع القادم تتحدد مشاركة في تدريبات الجماعية شاهدنا أحاديث نقلت عن سيد رينارد أن سلطان الغنام لا يمكنه اللحاق وهذا خبر مؤسف وإن شاء الله الموجودين فيهم الخير والبركة يعني هذه معلومة أنت متأكد منها أنه سلطان ما رح يحق أنا قريت تصريح نقل عن من صحيفة أو وسيلة إعلامية أجنبية أو موقع الفيفا أنا لا أريد متأكد لكن أنه سلطان وحسب بعد المصادر أنه سلطان إصابته الله يقومه بالسلام إن شاء الله إصابته صعبة شوي وممكن أنه ما يلحق وياسر الشهراني مطول ياسر الشهراني بداية السبوع القادم إن شاء الله يدخل التدريبات الجماعية قاعد يكتف التأهيل والمواشترات كلها تقول إن شاء الله قادر أنه يلحق على آخر مبارتين أو آخر مبارات بشكل أقصى بحد أقصى علي